أسبوع اللي فات الشعب المصري كله وجميع أنحاء العالم كان بيتكلم عن خطف السبع جنود المصريين اللي الحمد لله رجعوا بالسلامة بفضل الجهود الجهات المختلفة إذا كانت المخابرات إذا كانت جيش إذا كان قبائل سينة الحمد لله أنه هم رجعوا بالسلامة بدون قطر الدم واحدة ولكن الخطفين فين اللي خطفوا يعني الجنود فين الخطفين مين دول الخطفين كان هدفهم إيه الأساسي غير إنهم كانوا عايزين يطلعوا ناس من السجون أسئلة كتيرة للأسف الشديد ما بنعرفش نجاوب عليها في الفترة اللي جاية كل الاحترام طبعا للشؤون الأمنية والمخابرات إذا كان في معلومات لازم ما تتقلش في الوقت الحالي كل الاحترام ولكن كثير من الناس بتقول أن بعد صورة 25 نناير ما بقيناش بنسمع عن الإرهاب في القرى الأرضية أو ما بنسمعش عن حالات إرهابية وانفجارات في كثير من الدول الأخرى ويبدأينا نحس أنه في تجمع رهيب في سينة للإرهاب الجهاديين والتكفيريين حوالين هذا الموضوع الشائك في أمن مصر وللأسف الشديد نحن عملين نتكلم عن أمن مصر في سينة وأمن مصر في مية وأمن مصر واضح أن نحن مستهدفين بشكل أو بآخر معايا ضيفي اللي مشرفني في الستوديو الدكتور سمير غطاس مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية صباح الخير يا فان صباح الخير يا سيد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك هستأذنك هبتدي بالملحوظة اللي أنا قلتها ليه حاسين أنه ما بقيناش بنسمع بعد ثورة 25 يناير أو بعد الثورات العربية بحالات إرهابية في كثير من الدول ممكن نلاقي مرة اتنين حاجة سغننة كده ويقولوا أنه هو حاجة داخلي نعم وابتدأنا نحس أنه طول الوقت الإرهاب بيتطفق على سينة هل الإحساس ده صح أم لا غلط الملاحظة صحيحة يعني إلى حد كبير لأنه سينة هي منطقة كما تعرف هي بوابة مصر الشرقية هي التي تعرضت من خلالها مصر لعديد من الغزوات لديها وضع خاص شديد القصوصية أنه على هذه المساحة الهائلة حوالي 700 ألف كيلو متر مربع خمسة أضعاف مساحة إسرائيل التي هي الدولة الجوار التي نشترك تشترك مع مصر في حدود طويلة جدا وأيضا تشترك مع قطاع غزة في حدود مشتركة وبالتالي فإن هذه المنطقة شديدة الحساسية والخطورة للأسف الشديد منذ 25 يناير فصا أيضا هذا لا يعني أنه لم تكن هناك عمليات إرهابية لكن كانت هناك عمليات سلاسة عمليات على وجه التحديد واحدة في 2004 هجم الطابة واحدة في 2005 كانت في سينة واحدة في 2006 كانت في شرم الشيخ لكن زي ما قلت عمليات متباعدة وعمليات كان فيه محدودة جدا لكن بعد 25 يناير انتشرت هذه الظاهرة وحصل تطور نوعي خطير جدا في هذه الظاهرة أولا أن المجموعات دي بقت علانية وعددها كبر جدا اثنين أن تسلحها تطور بشكل هائل ويبدو أن مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم هم الوحيدين في العالم الذين لا يرون فيديوهات تنشر على كل الفضائيات بما فيها فضائيات مصرية للاستعراضات العسكرية والأسلحة السقيلة التي يتمتلكها هذه الجماعات والتدريب العلني الذي يجري في سيناء على هذه الأسلحة فقلنا أنه انتشار واسع تعدد للجماعات امرة اثنين تسليح متطور جدا وكبير يأتي تهريبه بشكل منظم كان من السودان وما يزال هناك طيار بياتي من السودان ومن ليبيا والرئيس البشير اعترف علنا بأن هناك تهريب للسلاح من السودان والآن طبعا التسليح الأكبر والأكثر تطورا والأكثر خطورة يأتي من ليبيا الملاحظة الثالثة أو التطور النوعي الثالث هو أن سيناء أصبحت موطئا ليس فقط لجماعات إرهابية محلية أي من سيناء ولكن هناك مشاركة من مجموعات عديدة عربية ودولية يعني في مشاركة من أفراد فلسطينيين وجماعات فلسطينية من غزة في أفراد عرب زي مثلا أبو صهيب الهزلي الذي له فيديو مشهور موجود أي حد يفتح يقول مثلا جماعة مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس يفتح شهر سبع العامل 2012 يلاقي عملية وأبو صهيب الهزلي ده سعودي الجنسية قاتل في ليبيا ثم دخل إلى سيناء ويقاتل في سيناء وعمل فيديو وهو بيقوم بعملية من ناحية تانية يهديها إلى روح بن لادن وإلى أيمن الظواهري الأخطر من ذلك بقى يعني قلنا هو ثلاث ملاحظات أنه انتشار المجموعات تسليح متنوع دخول جنسيات أخرى غير مصرية الأخطر من ذلك أن هذه الجماعات لها امتداد داخل مصر فنلاقي دلوقتي أن مجموعات سلفية تسمي نفسها جهادية وأنا معترض تماما على الاسم ده وأرفض استخدامه على نطاق واسع لأنه هي مجموعات تسمية صحيحة هي مجموعات سلفية إرهابية وليست جهادي ولا معنى مثلا أن مواطن مصر يطلع من مصر يروح يفجر نفسه في جامع في بعقوبة في العراق ويقتل مواطنين عراقيين أنه ده جهاد حتى لو كانوا شيعة هناك اختلاف مذهبي لكنهم في النهاية مسلمين كانوا يقدون فريضة الصلاة في مسجد فجر نفسه داخل المسجد وقتل سبعة واربعين واحد إلى جانب أمثلة أخرى سوف أذكرها الجماعات الموجودة في سيناء لها غطاء داخلي مصري وبالتأكيد سوف ممكن أسكر لحضرتك مثلا المجموعات التي عفى عنها الرئيس محمد مرسي العائدة من أفغانستان والتي قامت بعمليات إرهابية في مصر منها اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات والمسؤولة عن عدة عمليات داخلية في مصر منها مثلا مقتل الشيخ الزهبي وزير الأوقاف السابق وأطفال ونساء ورجال عددين في مصر كل هؤلاء عفى عنهم الرئيس محمد مرسي دون أن يقدموا نقدا أو يتوبوا كما يقال عن الأعمال العنيفة التي كانت الإرهابية التي مرسوها ضد المصريين وبالتالي هؤلاء مثلا الشيخ محمد الزواهري شقيق أيمن الزواهري يعلن صراحة الآن أنه يعارض دخول الجيش إلى سيناء ومواجهة الجيش مع هذه الجماعات الإرهابية ويحذر ويقول أني لن أكشف عن ماذا يمكن أن نفعل في الجيش إذا يعني الجيش مد إيده على هذه الجماعات عندنا واحد تاني اسمه مورجان سالم الذي يفتخر بأنه هد تماثيل بوزة وأنه بيهدد بهدم أبو الهول مثلا ده وصلت به الجرأة وأنا آسف مش الجرأة لأنها بجاحة تستاهل التحويل إلى النيابة العامة وإذا النيابة العامة مقصرة فالنيابة العسكرية كانت مفروض أن تطلبه قال أن الجيش المصري لا يفهم إلا لغة النار والسواريخ وحذر من أنه إذا الجيش واجه هذه الجماعات الإرهابية فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفكيك مصر تقطيع أواصلها بالتعبير الذي اشتقه وبالتالي لدينا خطورة أيضا من الغطاء الذي يفرد نفسه على هذه الجماعات ومن أسئلة كبرى حول النظام السياسي في مصر لماذا؟ حتى الآن لم يصدر قرار سياسي واضح وصريح وبتاريخ زمني وبجدوى الزمني يعطي التعليمات للقوات المسلحة التي نسق جميعا في أنها قادرة هي الأجهزة الأمنية الأخرى على إبادتهم مش إبادتهم تنظيف سيناء يعني أعايزين سيناء أخارية من الإيهار يعمل عمليات دلوقتي في سيناء لتطهرها نعم لا منذ لنعود بالزاكرة قليلا لأننا يبدو أن زاكرتنا تعاني من ضعف شديد في خمسة تمانية الماضي أي في رمضان وكانت الناس بتفطر أثناء الإفطار قتل 16 جندي مصري الجيش في ذلك الوقت قال أنه في قذايف هون أطلقت من غزة وللأسف الشديد تلعي لنا واحد اسمه موسى أبو مرزوق يبدو أنه هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والمقيم في مصر بصفة دائمة في مكتب الإرشاد ويبدو أنه يتمتع بحصانة غريبة جدا لأنه عمال يدلي بتصريحات منها آخر تصريح مثلا أنه الضباط الثلاثة المخطفين في سيناء وأمين الشرطة قتلوا في سيناء ودفنوا في سيناء ولم يستدعيه أحد ليقول لنا هل لديه أجهزة مخابرات خاصة في سيناء يعني المصريين كل أجهزة المخابرات المصرية والأمن الدولة وكل الأجهزة المصرية مش عارفة وهذا السيد له جهاز مخابرات خاص بحماس موجود في سيناء قال له أنه الثلاثة دول قتلوا في سيناء ودفنوا في سيناء ولم يستدعيه أحد طبعا هو نفسه كمان قال أنه ما فيش صواريخ أطلقت أو قذائف أطلقت من غزة الجيش قال أنه هقفل الأنفاق وهكتس شقفة الإرهاب من سيناء ومن خمسة تمانية حتى الآن تتكرر الأحداث أنا بس عايز أقول العبارة واحدة قبل ما حضرتك تسأل السؤال القادم كل المصريين ارتاحوا مش هقول فرحوا ارتاحوا لأن هي فضيحة في الآخر أنه سبع جنود مصريين يختطفوا بأياد مصرية وعلى الأراضي المصرية لم يكن الوضع يستاهل كل هذا الاحتفال المدوي حتى أن البعض يتنظر ويقول أنها قد تقرر في مناهج التدريس في الأعوام القادمة ومع ذلك أقول أنه كلنا وبما فيهم أنا أبدين ارتاحا شديدا لعودة هؤلاء الجنود حتى لا يحصل لهم ما حصل لإخوة السابقون لكن في رقبة الرئيس محمد مرسي وفي رقبة الرئاسة الجمهورية والدولة 29 ضابط استعد أقول لك بالإسم وبالتواريخ 29 ضابط وجندي قتلوا منذ 25 يناير حتى خطف الجنود السبعة 29 جندي وظابط من الجيش ومن الشرطة فضلا عن أربعة ما يزالوا مفقودين حتى الآن ثلاث زباط وأمين شرطة 117 ضابط وجندي جرحه منهم ضابط فقد عنه وجزء من أمعاؤه في عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة دكتور سمير أنا هفترض أن الجملة اللي حددك قلتها اللي هو الغطاء من المسؤولين على اللي بيحصل في سينة هفترض اللي أنت بتقوله ده وحسلم به مثلا الهدف إيه؟ يعني إيه هدفهم أنه هما يتجمعوا دلوقتي في سينة؟ ولو هما هنفترض أن هدفهم إسرائيل أو محاربة إسرائيل صح؟ هما ليه بيخطفوا جنودنا وبيموتوا جنودنا؟ طيب أولا لا يجوز في دولة ذات سيادة زي مصر من أعرق الدول في العالم أن حد الوحده يقرر أن يحارب أي حد لأن الذي يعطي لنفسه الحق أن يحارب إسرائيل سوف يعطي الحق لنفسه أن يحارب ليبيا أو السودان أو أي نظام أو أي دولة مجاورة فلا يجوز هذه المسألة حصريا مهمة الدولة والدولة هي التي تقوم بمثل هذا العمل إذا قررت خوض الحرب حربا أو خوض السلام سلاما وبالتالي لا يجوز لا يجوز لأي طرف مهما ادعى أنه مجاهد وأن إسرائيل عدو وأن اليهود محتلين أراضي وكذا لا يجوز لحد أن ياخد هذه المهمة على عاطقه خلافا لموقف الدولة لأن هذا أقولك بقى ليه هم نمرت واحد ليه الأعمال دي موجودة في سيناء نمرت واحد هؤلاء لا يخفوا على الإطلاق أنهم يريدون إقامة إمارة إسلامية في سيناء ولو أي حد بس يتعب نفسه شوية ويدخل على سيناء لأنها منطقة رخوة مساحة هائلة متسعة اتفاقية كامب ديفيد للأسف الشديد قيادة وجود الجيش المصري في المنطقة جيم وبالتالي هم عايشين في مأمن نسبي لأنه عايز أقول أنه لو هناك قرار سياسي باستقصال الإرهاب من سيناء دون حتى فتح اتفاقية كامب ديفيد فإنه لدينا من القوات الخاصة بالأسلحة الفردية قوات الساقة الوحدة 777 قوات مكافحة الإرهاب الموجودة في الأمن المركزي تستطيع أن تصفيهم في غضون وقت قصير والكلام الفارغ اللي أحيانا يشاع أنه أصل اتفاقية كامب ديفيد بتقيدنا لم تقيدنا كامب ديفيد بدليل أن الطائرات المصرية طلعت وحلقت في سيناء في الفترة اختطاف الجنود السبعة المضرعات دخلت إلى سيناء في فترة اختيال الجنود السبعة وقبلها كويس؟ اتنين أنه لا تحتاج يقول لك إيه أصل طبوغرافية سيناء صعبة يعني إيه طبوغرافية سيناء صعبة هذه القوات القوات المدربة على مكافحة الإرهاب أنا لدي ثقة ومعلومات مش بس ثقة ثقة مبنية على معلومات تقول أنه لدى الجيش المصري وقواته ولدى جهزة الشرطة الجاهزية الكاملة للتعامل مع جبل الحلال ومع كل الأوكار التي يختفي فيها مثل هؤلاء الإرهابيين عندما فنمر واحد أنه هذه المنطقة الرخوة عايزين يعملوا فيها إمارة إسلامية وهذا ليس سرا أي حد يدخل على يوتيوب هيلقي وأعلمهم التي رفعت بالمناسبة هم لا يعترفون بالدولة والعالم المصري تخلع وتركب بداله العالم المعروف العالم الأسود فوق قسم ثاني الشرطة في العريش العالم الأسود العالم الأسود المكتوب عليه لا إله إلا الله صحي وده العالم ده بالمناسبة لكل جماعات الجهادية السلفية الإرهابية في العالم كله مش هنا بس ده موجود العالم ده قريدنا شفته في التحرير وفي كل حط وما نعقم احنا لسه بنقول هون عندهم غطى داخلي غطى داخلي مش أعلم دول أخرى ترفعت كمان في التحرير نحن نسينا طيب فده نمرة واحد أنه إقامة إمارة إسلامية لها يعني امتداد داخل قطاع غزة لأنه عايز أقول بصراحة شديدة أنه كل الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء هي فرع لأصل موجود في غز فمثلا أهم تنظيمين موجودين في سيناء الآن إرهابيين هم مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس ده فرع لأصل موجود في غز التوحيد والجهاد وهو أخطر تنظيم الذي يتهم بقتل جنودنا الستاشر وهو الذي هاجم القسم شرطة ثاني وقتل أربع زباط واثنين مجندين والذي ينتمي إليه حمادة شيطة الذي تم اختطاف الجنود السبع حتى يتم إطلاق صراحه هو ومجموعة أخرى التوحيد والجهاد ده أصله في غزة وفرعه في سيناء جيش الإسلام الذي يقوده السيد ممتاز دغمش تحت كنف ورعاية حركة حماس في داخل غزة المتهم بعملية تفجير في الأزهر والمتهم بكنيسة القدسين والمتهم بعدة عمليات أيضا فرعه فيه والمتهم باختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة موجود في غزة وفرعه موجود في سيناء نمرت اتنين إن أنا عايز أظهر إن الجيش ده ضعيف أو نمرت أربعة إن أورط هذا الجيش في معركة ليست لها أي ضرورة بمعنى إن أرمي صواريخ على إسرائيل أو أعمل عمليات جوا النقب فإسرائيل تضطر ترد على سيناء فالجيش المصري إما عنده خير إما أن يسكت على هذه الأعمال الإسرائيلية فيبدو إن الجيش ضعيف فنفكه نقول له أنت قيادة ضعيفة كما حصل وقطحنا بالمجلس العسكري بعد 5-8 فنقول إن الجيش ده قيادته ضعيفة ومتهونة ونجيب قيادة جديدة على مأسنا نفصل له قيادة على مأسنا على هوانا كويس؟ أو إن الجيش تاخد الحمية ويقول لك إزاي إسرائيل تضربنا وإحنا نقعد سكتين فنفوت على معركة إحنا مش عاملين حسابها فيهزم هذا الجيش في هذه المعركة فكمان نرجع مرة تانية نقول إنه قيادة الجيش ما قدرتش تحافظ على هذا الجيش فنشلها كمان ونغير هذا الجيش الجيش المصري هو الجيش المستهدف هو أحد أهم المستهدفات مما يحدث في سيناء لأنه هذا هو الوحيد اللي موجود دي ما هنقول بقى بصبير سوريا باي باي هنقول بس نقول الموضوع إزاي الولايات المتحدة الأمريكية لها سابتين في المنطقة أمن إسرائيل والبترول عادة ذلك هي مستعدة تضحي بحلفاء أنا حرجع تاني للسؤال هم ليه بيتمركزوا عشان عايزين يعملوا إمارة إسلامية عايزين يجروا الجيش بطريقة أو بأخرى بحيث أنه ينهار بطريقة أو بأخرى في حاجة تالتة طبعا ده ما يسمى بالمشروع موهوم حول الخلافة الإسلامية وحول أنه المعادي أنه كل الناس اللي حولين الكفرة المجموعات دي لها طابع إقليمي أنا أقول لحضرتك خطورة الموضوع خطورة الموضوع أنه سينة لم تتحول فقط إلى قعدة للقعدة وعلننا دلوقتي بيحكوا أنه هم قعدة المشكلة الأخرى وده للأسف الشديد وزير الداخلية الألماني قال أن المجموعات السلفية الإرهابية الألمانية طردت من ألمانيا فلا تجد مكان تذهب إليه أفضل من سينة وبعدين طلعت من سينة راحت على الحدود مع ليبيا لأنه فيه شركاء لها في الجانب الليبي وفيه أسلحة وفيه أرض برضو واسعة أنه سينة مش بس الخطر الحدود المشتركة مع ليبيا والحدود المشتركة مع سينة مع آسف مع السودان يعني تحت وشمال وغرب هذه المناطق الحدودية المستهدفة اللي هي مناطق واسعة جدا وفيها عدد سكان قليل جدا سينة دي الواسعة دي 350 ألف واحد بس عايشين فيها صحراء الغربية المترامية الأطراف لعدد قليل جدا اللي موجودين فيها وجنوب السودان للأسف الشديد طلع واحد عضو مكتب إرشاد في الإخوان المسلمين وقال النبيين دول غزاء فاستعداهم على مصر هدول هم مواطنين مصريين أصيلين لهم كل الاحترام ولا يجوز أن نتحدث عنهم كأنهم غزاء وبالتالي فالمستهدف هو المناطق الحدودية في مصر اللي سهل أن نحن نفكها كويس هل واحد من الأهداف في تفتيت الجيش المصري اللي هو آخر أهم جيش في الشرق الأوسط بعد سوريا وليبيا ما ننهاره نعم والعراق هو السيطرة على الجيش عشان استخدام الجيش في وقت ملأوا قدف بشكل أو بآخر في دماغهم لسببين الحقيقة تفتيته بس السبب الأولاني أمريكي خارجي أمريكي إسرائيلي أن هذا الجيش كما أشارنا هو الوحيد الباقي في المنطقة اللي واقف على رجليه الجيش العراقي الآن بيأخذ معارك ضد المواطني جيش السوري ما إحنا شايفين إلا حصل الجيش الليبي خلص طلع برا المسألة إذا كان هناك أصلا جيش ليبي كويس فالجيش المصري ده هو الجيش الوحيد الذي كان يستطيع أن يدافع عن مصر في مواجهة اعتداء خارجي المسألة الثانية أنه عشان حد يحكم لفترات طويلة كما يعني هو حاصل في المنطقة السودان السيد البشير بيحكم بقاله كم سنة حوالي 28 سنة بعد أن أحكم وهو جنرال بالمناسبة أحكم الإخوان المسلمين في السودان سيطرتهم على الجيش فبقت إعماد الدولة الدول العالم الثالث دي ما فيهش غير الجيش هو فيها إيه تاني الدولة في العالم الثالث المؤسسة الأساسية هي الجيش فأحكم سيطرته على الجيش فما يزال يحكم دلوقتي بقاله أكتر من 25 سنة هنيجي لإيران وهي النموذج الذي يحاول البعض استنساخه في مصر الأول السيطرة على الجيش كان فيه 66 جنرال بيشكله ما يسمى بالمجلس العسكري الأعلى عند الشياء ستة منهم انضموا للخميني والباقي اندبحوا فتم السيطرة على الجيش وتم تغييره بالكامل وتعامل جنب الجيش حاجة اسمها الحرس السوري عشان حتى إذا فكر الجيش أنه يخرج على هذا النظام فإنه الحرس السوري اللي عنده أسلحة وطيارات ودبابات وغواصات حتى قادر أنه يبقى قوة موازية للجيش وممسوكة في اليد وعملوا قوة تلتة اسمها البسدران دي زي أمن الدولة كده اللي بيخش الجامعات ويدرب الناس والربيع ما يسمى بالربيع العربي كان ربيعا في إيران قبل أن يبتدي هنا وقتل الناس وسحلوا في الشوارع وكل المناظر دي كانت بعد ما ابتدوا يسيطروا على الجيش على الجيش وبالتالي أن الجيش المصري هو الذي يضمن لأي نظام أن يبقى لفترة طويلة عشان يضمن لفترة طويلة يبقى فلازم يهيمن أولا على الجيش ويسيطر عليه يفككه يحتويه يضمه يغير قياداته وياخده من جواه هل النموذج اللي بيحصل دلوقتي في مصر غالبا بيحصل في كل الدول اللي حصل فيها ثورات بسيناريوهات مختلفة ولكن الهدف واحد الهدف واحد إحنا عندنا السيناريوهات التالية التي تعدل الجيش وليبيا دلوقتي إخوان مسلمين مش بس إخوان ده في جماعات السلافية الإرهابية الموجودة على حدودنا وتونس إخوان مسلمين والسودان إخوان مسلمين صحيح على أرض الواقع دلوقتي والفريق السيسي النهاردة في كل الجرائد بيقول الجيش مش هيبقى فيه أحزاب الجيش هيبعد عن السياسة الجيش هو الدرع الواقع لمصر وما ينفعش حد يفتته بأن إحنا نخش نعمل انتخابات ويبقى ليه صوت إذا كان للشرطة أو للجيش تعليق حضرتك إيه؟ يعني أولا في الدول الديمقراطية ما فيش التأسيمة دي في الدول الديمقراطية المستقرة ما فيش جيش بينقلب على الدولة بعد ما استقرت الديمقراطية في أغلب دول العالم ما عدا دولنا المنكوبة بحكام ديكتاتوريين أو بأنظمة شمولية تدعي أنها هي الوحدة التي تملك الحقيقة في العالم كله جيوش مستقر ما فيش مشكلة أنه هضرب لك مثال بسيط جدا وزير الدفاع كان في ألمانيا الخامس قوة عظمى في العالم كان مدرس وزيرة الدفاع في فرنسا القوة النومية السلسة في العالم كانت سيدة وكانت حامل في فترة من الفترات يعني تصور جنرالات الجيش العظام في فرنسا دول كانت يأتمروا لسيدة وكانت حاملوا ما كانش فيه أي مشكلة وبالتالي لا توجد مشكلة اسمها الجيش في الأنظمة الديمقراطية ويسمح لهم طبقا للدستور في كل الدول الديمقراطية أن يشاركوا في الانتخابات ما فيش سياسة داخل الجيش لكن بما أنهم مواطنين من حقهم أن يصوتوا جنبنا في دولة نتهمها بالعنصرية وكذا إسرائيل المجندين لهم الحق في التصويت لكن لا يوجد أحزاب داخل الجيش لا يوجد تمثيل سياسي للجنود والزباط في الجيش عايز تشتغل بالسياسة تقلع البدلة وتطلع برا وتبقى مدني ومن لما تبقى مدني تشارك في الحياة السياسية الدكتور حضرتك النمازج بدون أن أتكلمك ما عليش أن أسف بس أخذوا هات النمازج اللي حضرتك قلت لي عليهم دول بقى لهم سنين طويلة ماشيين في الديمقراطية وحفظوا الديمقراطية وعارفين يعني إيه ديمقراطية بدون أن يبقى فيه لجان عشان ترائب الانتخابات وبطلنا أن يبقى فيه تزوير ومر عليهم سنين طويلة بس القعدة خلينا نرسي القعدة القعدة أن الجندي والضابط هم مواطنين مصريين يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الحد في دولة ديمقراطية ما الديمقراطية أصلي إيه اللي بيحصل في مصر وفي دول العالم الثالث وفي مصر بالذات إنهنا الديمقراطية دي نقعد نتكلم عنها كتير بس نروح نختزلها صغارة صغارة نخليها صندوق الانتخابات يقولك ما هو الرئيس جيب بالصندوق والمجلس جيب بالصندوق الديمقراطية ليست الصندوق فقط الصندوق هو جزء أساسي من العملية الديمقراطية لكن الديمقراطية فيها مساواة فيها مواطنة مفهاش تميز فيها تبادل للسلطة مفهاش استخدام العنف ضد أي حد فيها القوات الأمنية تخضع للقانون شأنها شأنه أي حد بما فيها الرئيس من أكبر رأس في البلد لأصغر واحد في البلد يخضع للقانون ولسيادة القانون فيها فصل بين المؤسسات وفيها تكامل بين المؤسسات ما فيهاش اعتداء على القضاء ما فيهاش تعيين نائب عام خلافا للدستور هي دي الديمقراطية فانت لما تيجي تأخذ لي حتة من الديمقراطية الديمقراطية مش سلعة في السوبر ماركت أروح أأخذ اللي يعجبني بس فأقول أنا جاي بالسندوق انت جاي بالسندوق تلتزم بالنظام الديمقراطي النظام الديمقراطي يمنعك أن تعتدي على الدستور يمنعك أنك تحاصر المحكمة الدستورية العليا يجبرك على أنه ولما يطلع حكم من المحكمة من القضاء العادي المصري. أن النائب العام غير شرعي تنفزه. مش تقلط ماطل فيه. هذه الديمقراطية. بس أنا ما أخذش حتة من الديمقراطية أو للسندوق. أو أقول أصل الزباط دول والجنود لا ما يصبطوش. القاعدة الديمقراطية الأساسية أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. لكن. أنا هرجع أقول له لكن. والذين لا يعرفون أنه حتى في سنة 56. لأنه دي مش بدعة. سنة 56 كان من حق الضباط والجنود التصويت في الانتخابات. في مصر. مش في حتة تانية. مش في تركيا. مش في إسطنبول. مش في أي حتة تانية. في مصر سنة 56. كان الدستور يعطي الحق للجنود والضباط بالتصويت. بس ليه أيامها؟ لأنه ما كانش فيه أحزاب. والنظام أيامها حل الأحزاب. وعمل حزب واحد. سنة 76 اتغير القانون. وقال يمنع الأعضاء. أنا أقول أنه علينا أن نكف عن المناكفة. مش لما تكون الحاجة الصالحة ألاقيها أحسن حاجة. ولما تكون ضدي أقول دي أسوأ حاجة. خلي الموضوع يبقى نقاش وطني واسع عن النظام الديمقراطي في مصر. نعم. مش عن ناخد جزئية والناكف عليها. إذا استقرنا. إيه هو النظام الديمقراطي الذي نريده لمصر. حتى تصبح دولة تستحق أن تكون دولة متقدمة ديمقراطية مدنية. محترمة للمواطنين فيها حقوق حقيقية وكاملة. ومساواة في المواطنة لدى الجميع. دكتور سامير غطاس مدير مركز منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك. وآسف أن أنا قطعتك لأنه يومنا خلص مش بس فقرتي هي اللي خلصت. وتنورنا تاني ونتبادل أطراف الحديث تاني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ده كان يومنا النهاردة في نهارك سعيد. يا رب ربنا يحفظ مصر. شكرا.